اشتركوا في القناة ما هترجع نساوي مثلها وانبيعكم إياها كمان الحلو فيها أنه هي كلها صناعة يدوية وامطرزة بطريقة رائعة جدا من المخمل لنحكي أكثر عن هالجلبيات وقبل ما أعطيكم تفاصيل عن هالجلبيات خلينا نرحب بنينا اسكندر هاي نينا طبعا نينا معروفة عننا دايما تطلع معنا بعلم تسوق خبيرة المظهر أهلا وسهلا فيك معنا مجددا نينا أهلا بيك لكن مشاهدين اليوم قدمين تلات جلبيات الجلبيات الأولى اللي شايفينا باللون الأسود المخمل الأسود ورقمة 5900006 أما الجلبيات التانية اللي شايفينا معنا وهي باللون الفايلت أو البنفسجي وأيضا رقمة 5900006 أما تالت جلبيات معنا اليوم فهي اللي لابستها أنا واللي باللون الأزرق ورقمة 5900600 طبعا كل الجلبيات بدأ أرجع وكرر وقول أنه هي حصرية لعالم التسوق وكمية جدا محدودة وكلها صناعة يدوية نينا خلينا نبتدي معك بأول جلبية وهي السوداء قبل ما ناخد تفاصيل عن هالجلبية ورأيك فيها كخبيرة مظهر خلينا نحكيكم على هالجلبية اللي هي مصنوعة من المخمة المئة بالمئة اللي بيميزهن أنه هنه 50% طبعا بوليستر وخمسين أو عفهم هاي 100% من المخمل ومطرزة يدويا بطريقة كتير رائعة إذا منشوف هون تفاصيل طبعون الجلبية كيف مصنوعة لك الحجارة دامجي اللون الفضي مع الدهبي وعاطي هيدا الدهبي شوي غامق كمان عاطي هالتصميم الرائع يعني للسيدي مش بحاجة تلبس أي شي على أبتها أو أي شي على مطرح السدر لأنه هيدا معبيه كمانا الحلو أنه إذا منشوف الكمام هي نحنا عم نحكي على لونج سليفز أو كمام طويلة هيدا السيدة كتير بتفضلها خاصة من موسم الشتاء البارد ومنلاقي التصميم هون كيف عملتها المصمبة بطريقة رائعة جدا مخيطة بطريقة كتير حلوة والفنشين تبعها كتير حلو وفي شي كتير كتير دائما بدايق السيدات نينا اللي هو دائما لما بتكون مطرزة الجلبية عن السدر بيخافوا من جوا كيف بتكون ولكن أنا حفرجيكم من جوا كيف بتكون الجلبية مطرزة بطريقة رائعة وما حتدايق السيدة أبدا عم نشوف هون ليكوا الفنشين منبين ما في أي تفاصيل فهيدا دليل قديش هي مشغولة بطريقة كتير حلوة نينا خبرينا أكثر عن هذا الجلبية وعن هالمودل هي يعني الدائرة والأكمام الطويلة وطبعا انتو عم تحكي حنشوف نيلمة معنا بكون لابستها وأكيد نيلمة متعودين على أطلالات دائما مميزة واللي بميزة أكثر هالجلبية الرائعة أكيد أنا خبرتها النهاردة كمان لابساها معاكم عشان حبيتها طبعا احنا عارفين اللون الأسود وملك الألوان كل سيدة لازم يكون عندها لون أسود زي ما قلت الخامة خامة الأطيفة مناسبة جدا للشتة احنا شايفين اللوقتي الجو عامل أطيفة يعني المخمل المخمل مناسب لفترات الشتة الجو بارد في معظم البلدان العربية وحتى في بلدان الخليج بيكون شوية بارد في فترات النهار ومن المساء بتتلبس في أي فترة من فترات اليوم الجلبية بنقدر نروح فيها على زيارات عائلية لو عندنا مناسبات خاصة مع العائلة كمان نقدر نرتديها بسهولة وفي نفس الوقت حنكون مدفين وليك كيف نيلمة يعني كيف ما عم متلف عم تعطي هذه اللمعة الجلبية وليك من وراء مشغولي بطريقة كتير حلوة عطيتها بالفعل بحس هيدا اللقماشي نيلمة اللي خاصة عنده شوية ممتلق جسمها السيدة الممتلق جسمها بيخبيه لها الامتلاء ما بيعطي لأنها العبية جاي أو الجلبية جاي من تحت شوي نحن نسميها إيفا زي إيفا زي هي الإي لاين مظبوط كمان الخامة مش خفيفة يعني خامة تقيلة سواء سيدة عندها مشاكل أو عيوب في الجسم أكيد بتدريها ومش هتبين أي حاجة وشوفي شو حلو الأب كمان عم دورة عطيتها الجمال الأب اللي مدورة مثل ما دايما نحن بنعرف فانينا وأنت من خبرتك دايما بتقليننا أنه بتاعتي جمال كمان للرقبة مظبوط سواء كانت السيدة رقبتها عريضة شوية أو رفيعة كمان بينسبة يعني شايفينها على نينما أنا نفس نفس البردو رقبت رفيعة برضو لبساها منسبة لو سيدة شوية رقبتها الممتلئة كمان حتى الفتحة المدورة اللي هي ديب راوند ولا السيارة جدا الديئة كمان بتنسيب أكثر نحن مش بحاجة نحط أي أكساسوريس لأنه قرادة هي جاهزة حتى على الإيد كمان بس حلقة صغيرة بيكفي وحتى على الإيد لأنه هي قرادة مترزة عن إيدعاطي شكل أسوارك بيكون مثلا خاتم زواج أو خاتم في الإيد الثانية خاتم بسيط بيكفي مش محتاجين أكتر من كده هلأ خلينا ننتقل للجلبية الثانية ولكن بس خلينا نذكركم الجلبية اللي لبستها نينما اللي عم تشوفوها هلأ رقم 59006 تانكيو نينما ننتقل للجلبية الثانية معنا وهي نفس الجلبية اللي حنشوفها هلأ مع ميشة نفس الشي ولكن اللون مختلف ولكن هون عنا شي كتير مميز إذا منشوفو عنا الحجارة اللي مستخدمتن هي حجارة طبيعية مية بالمية فكل مال هيك منلاقي اختلاف بالألوان بلس اختلاف بالأحجام لأنه الحجارة الطبيعية بتعرفي وأكيد كل اللي عم يحضرنا بيعرف لما بدك تعرفي إذا طبيعية ولا مش طبيعية بتشوفي في اختلاف بالقصة وباللون فهون نحن مستخدمين نفس الطريقة بلس عنا شوفي هالطريقة اللي مطرزة فيها من جوه ما بعرف إذا حتبين على الكاميرا مطرزة بطريقة رائعة جدا من جوه وهيدا اللي عطي أي واقع هيدا هي عطيها هالجمال كمان عم نشوفها مع ميشا اللون تبعها نينا خبريني أكتر على هيدا اللون إمتى بنقدر نلبسه لأنه نحن عم نحكي عن نفس التفاصيل ولكن اللون مختلف مظبوط أنا لحبه الكلر كونتشاست مع اللون الموف والأحجار اللي إحنا اللي مستخدمها الديزاينر مع الجلابية منقدر دي أنا شايف بقدر وانصح فيها سيدة لبسها فترات الصبح أكتر من يعني نخلي السوداء اللي بالليل لون هيك هادي دافي دونها دافي ولونها الشتوي وفي نفس الوقت بتناسب بشرات كتيرة يعني السيدة سواء كانت بشرتها فاتحة أو غمق هتناسبها درجة اللون دي وعندنا الدهبي وعندنا كمان اللي هي الستونز الداء الفردي فهتناسب السيدة اللي بشرتها فاتحة وغمق بعد اللي هيك شو دافي عن جد قديش بتاعت دفاول الواحد وانا ربسها مش حاسة بأي برد بتعطي هيدا النعوم والدفاول بنفس الوقت هيدا الشيء كتير فيها وكمانا نحن المميز فيها انه الجرلبية من تحت عليها فيها بطانة يعني السيدة ما حتخاف أبدا انه يبين شيء من جسمها لانه بتعرفين احنا بالمنطقة كتير بنهتم بهالمواضيع ولكن هون لانه عنا حتى البطانة سميكة يعني البطانة اللي عنا إياها هون كمانا سميكة بطريقة ما بتخاف السيدة أبدا يبين أي شيء من جسمها وده بيديها كمان خليني يا سوريا أقاطيك انه ده بيديها كمان خصوصية أكتر يعني لو السيدة يكون عندها شوية عيوب تحب دريها ده بيديها زيادة تأكيد انه لا يمكن حيبين أي حاج هتطلع موديل يعني لانه في عندنا الخامة المخملية اللي هي أريدي شوية سميكة مع البطانة فبيديها تقالة أكيد مش هيبين أي عيوب وهنا الجلبيات مصنوعين شوي لهيك البنات اللي بيكونوا شوي عندهم حجم خلو طبعا إيه لأنه بتغطي كمانا خليني نرجع أذكركم برقم الجلبيات اللي باللون البنفسجي اللي بستها ميشا 569006 تانكيو ميشا على هالإطلال الرائع من تقل الجلبيات التالتي معنا واللي هي لبستها أنا مثل ما شايفين باللون الأزرق أنا حبيتها أنا أصلا هيدا اللون كتير بحبه كتير بحب هيدا اللون هيدا الجلبيات اللي انتو شايفين اللي أنا لبستها اللي معنا إياها هلأ باللون الأزرق هي كفتان نوع من الكفتان بدي أحكي تفاصيل أكتر عن هالجلبيات الرائعة اللي شايفينا عليها هيدول البرنس أو الاحجارة الستونز الدهبة منشوف التصميم من فوق قديش حلو كمانا مثل ما شايفين عاطي شكل وهون أهم شيء إذا بتشوفه أنا عندي هون دايما مشكلة ما بحب ببين هالمنطقة فهون لما بتغطيها السيدة لأنها مبطنة بطريقة كتير رائعة فسيدي ما حتخاف أبدا مبطن منطقة السدر كاملة منها بحاجة لأي ناكلس لأي عائد نلبسه ولا حتى حلق كبير حلق كتير صغير بكفة لأنه التصميم من نوفي كمان هالشي الحلو فيها الإيدين شوفوا هالإيدين ما أحليون يعني الإيدين عنا من فوق مطرزين بطريقة رائعة صناعة طبعا هند ميت عم نحكي ومن تحت عم نشوف أول شي من فوق كيف مطرزين بالدهبة وأيضا عنا هون الدونتال حلو وكمان هيدول الاحجارة اللي مشغولين يدويا وحدة بوحدة وأحجام مختلفة يعني حتى فيها القسم الثاني من الإيد واللي حلو فيها هي هيدول اللي بيعطوها هيك اللوك الفراشي اللوك الكشكش من سامني على الإيدين واللي كتير حلو وهيدا بالنسبة إلي أنا ما أنه من متابعين حريب السلطان دائما بشوفه هيدين بسوهن السيدات خونية بيعطيك هذا اللوك الملكي الأميرة السلطانة صح؟ مظبوط احنا عندنا الخيانة الجلبية أو الكفتان يعني موديرن يعني موديرن زيادة كمان يعني متحسين هو فوستان أنتو هم تحكي لينا بس بالإذن منك بدنا نشوفه هلأ مع نيلمة ماذا خلينا نشوفه مع نيلمة طالع عليك حلو جدا وإني طولك أقصر من نيلمة شوية مرسي مرسي المعنويات يعني تطلع حلو أقصد مع السيدات بأطوال مختلفة مضبوط ما تحسيش أنه لا أوكي مثلا بيشوفوا مرات الناس الموضل بيقولوا لا أنا ممكن ما يطلعش عليها حلو انا بنقول لا كوسر وانا أملى من نيلمة وممتلع شوية عن نيلمة طالع عليها حلو اللون طالع على نيلمة وعلى كوسر كمان حلو زي ما قلت يا كوسر منطقة الصدر وخصوصية وفي بعض السيدات المتحفزات ما بيحبوش ورومات السيد طبعا دي بتخبي المنطقة دي بتدريها بطريقة شيء جدا لأنه في نفس اللون شايفين بعض كمان المركات العالمية مستخدمين التل والدونتيل بنفسه والبطنة بنفس اللون فإحنا عندنا القفطان العربي أو الجلبية العربية ولكن بطريقة عصرية متابعة الموضة وبنفس الوقت نحنا عم نحكي عن إيفازام انتحد كمان عليكي نيل ما سبقتني وفتلت وعم نشوف التصميم من وره قديش حلو نفس التصميم من عن منطقة الصدر ولكن يعني مجغول بطريقة كتير حلوة مثل ما شايفي نينا أعطيها هيدا الجمال الرائع ورقي والوحدة إذا كانت سمراء أو كانت شعراء كانت بيضاء حتى كانت شعراء أحمر يمكن كل الألوان بتلبع على هالنوع من الجلبية تفاصيل اللي على الأكمام كتير حلوة الكم نفسه بيديها فخمة ملكين مثل السلطانة زي أميرات المسلسلات التركية اللي بيشوفها شكرا نينا بريماتش على كل هذه المعلومات اللي بتعطينا إياها شكرا لكي كاسر أكيد حطلها علينا بفقرات جاية لكن اليوم قدمنا لكم ثلاث جلبية وهي أول كولكشن بتقدمها الجليلة بموسم الشتاء اللي بيميزهم أنه هنا صناعية دوية وكمية جدا محدودة بالإضافة أنه هنا إكسكلوسيف بس لعالم التسوى نتعرف عليهم الجلبية الأولى اللي كانت معنا باللون الأسود وهي رقم 59006 كمان باللون الثاني بتجي عنا نفسها طبعا بتجي عنا باللون البيربل ورقم 59000006 أما الجلبية الثالثة اللي كانت معنا وهي باللون الأزرق اللي شايفينا عنا رقم 5900600 بتمنى تكون مشاهدين هالكولكشن الرائعة جدا والأولي بهذا الموسم عجبتكن وليلة أعجابكن فإذا حبيتون تصوح أرقامنا عم تشوفون بأسفل الشاشة التابعة لبلدكن وما تنسوا لكم المنتج كثير مهم ليساعدكن ويساعدنا خليكم معنا رجعلكم بفقرات جديدة ومنتجات مميزة من عالم التسوق أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة